واو واو رائحة الزهور الرائعة جدا جدا انا قبل قليل سقيت هذولا الورود والزهور والنباتات الاسطورية كثير كثير والان انا بدي اجلس في المنزل بدي استرخي واستريح يلا يلا يا احمد روب لوكس هيا بنا وين رايح وين رايح يلا هنا جهزنا حالنا مية بالمية يلا يلا يا بابا بدنا نروح انا ومامو انت على متجر الملابس اه طيب مين حكالي ما حكتولي انتو ما حكتولي هين حكينا لك يلا يلا على كراج السيارات يا ويني طيب يلا على كراج السيارات خلينا نجي من هذا المكان ونطلع من هذا المكان وهي سيارتنا الجديدة السوداء طلبتوا مني يعني انتو يا متابعين الاساطير اني ما اغير لون هاي السيارة بالفيديو السابق يلا يلا يا سوسي يلا يا زعرور هل انتم مستعدين عشان نروح احنا الثلاثة الان على متجر الملابس اكيد اكيد يا احمد يلا يلا يا بابا بده اشتري كل الملابس الرائعة انا ماشي يا زعرور اشتري كل اشي بدك اياه يلا خليني الان اجعى هذا المكان وبعدين اجي على هذا المكان اصف السيارة هون يا سلام يلا يلا يا ماما خلينا نروح يلا يلا يا زعرور بدي اشتري كل الملابس بدي اشتري كل الملابس يلا يلا هاي انا صفيت السيارة الان والان انا بدي اروح مع سوسي وزعرور اشوف ايش بدهم يشتروا خلينا ادخل من البوابة الخلفية ايه يا وين لش البوابة الخلفية مغلقاي اطلع الملابس بدي اشتري هذا الجاكيت الرائع الاسود يلا يلا خلينا انا الان اجي من هذا المكان وبعدين اروح على اليسار هاي هاي يا احمد مغلق المحل مغلق المحل نعم يا بابا ايه خلينا بدي اشوف هاي هاي انا بعتذر بعتذر المحل سكر خلص خلص بكرة تعالوا يالله بدي ملابس انا الان بدي ملابس بدي ملابس انا الان وانا كمان يا زوجي احمد شو بدنا نسوي هاي ممكن اداخلنا دقيقة واحدة بس زعرور بدي اشتري قبعة وانا جاكيت وسوسي حذاء احنا اسفين سكرنا سكرنا مش رح نفتح لكل ابواب بالمرة بالمرة يا عويل يا سوسي سمعتوا شو حكوا والان احنا شو بدنا نسوي ما بعرف ما بعرف يا احمد تعالوا نحاول انه ندخل عن طريق هذا النوافذ مش رح تقدروا مش رح تقدروا بقولكوا سكرنا المحل سكرنا المتجر شو بدنا نسوي هل تفكرون بما افكر نعم بفكر بما تفكر يلا يلا خلينا احنا الان نروح على مطعم البيتزا اللذيذ جدا جدا يلا 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 واو بيتزا بيتزا في كل مكان انا بحب البيتزا بابا اينا خط انا بيتزا لذيذ جدا 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 اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا كيف حالكو شو اخباركو ان شاء الله بخير واو هذا هو مطبخ البيتزا هذا هو مطعم البيتزا الاسطوري طلع طلعوا كمان في هذا المصنع حطين شجرة هون يا سلام طلعوا اين البست انا قبعة البيتزا واو الا رأى جدا جدا يا احمد هاي ممكن تطلع من هذا المكان ماشي ماشي هاي هاي بدي اطلب منك بدنا ناكل اشياء لذيذة اتفقنا ماشي ماشي يلا يلا خد هاي طلبك يا سلامو بدنا ناكل هاي البيتزا العملاقة تعالوا تعالوا اجلسوا يلا 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 يا بابا هنا بدي اجلس واو بيتزا اللذيذة واسطورية جدا جدا والله ايشي رائع وبدأ اشتري كمان بيتزا انا خلينا اشتري من هاي الآلة بيتزا 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 والله يا بابا البيتزا الرائعة جدا جدا نعم نعم ويلا هون بتقدروا انكم تحطوا اللي بتكون اياه بتقدر انكم تحطوا يعني مياه حليب كافي وكمان بتقدروا تحطوا هون عصير البرتقال وشاي ومشروب غازي وكمان حليب بالشوكولاتة وهذا موتن ديو يلا تعالوا تعالوا يلا يلا يا بابا خلينا الان ناكل الاشياء اللذيبة جدا جدا يلا يلا يا احمد يلا خلينا الان نقدم اول قدمة بابا طلع كيف رصر باللون الاصفر يا بابا ايه شما لك يا زعرور بابا باطنصار وادعني اوه وانا كمان اوه اوه وين احنا وين احنا بابا وين دينا احنا ما بعرف اعلم وسهلا مين بده بيتزا بطعم البشر ايه طلعونا طلعونا من هذا المكان هي تلعونا بسرع بسرع يدينانا مطعم طبخ البيتزا الشرير طلعونا طلعونا يا ويلي ما في اي احد بسمعنا وهذا الباب مغلق بالكامل مش رح تقدروا انكم تطلعوا من هذا المطعم الا لما تدخلوا على مطبخي ولاش اصويكوا بيتزا بشرية يا ويلة تعالوا معاي تعالوا معاي يا ويلة ديروا بالك انكم تصيبوا هذول البيتزا هذول البيتزا من قطع لحم البشر يا ويلة يا بابا والله انا خايف كتير وانا كمان يا زوجي احمد يلا ما معانا وقت لازم نشتازى هذول المهام باسرع طريقة ممكن الا ان احنا وقعنا في مازخ كبير جدا جدا يلا يا بابا خلينا الان نقفز يلا يلا ديروا بالك انكم تلمس تطلعوه اذا لمسنا البيتزا ايش بصير اوه شايفين نوم يا زوجي كلامك صحيح نعم يا بابا كلامك 100% صحيح يلا يلا خلينا نشتازى هذول المهام مثليك ومثليك ومثليك تطلعوا هذول هم الاشياء الغريبة والعجيبة هذا هو لحم البشر اللي بيستخدموه الاشرار نوم يا زوجي احمد يلا يلا هذا الطباخ البيتزا الشرير احنا لازم من بعد عنو كثير كثير يلا يلا يا بابا انت نروح تعال معاي خليك وراي ايه هلنا احنا وصلنا الان الى غرفة الطماطم الى غرفة الكتشاب اللي بحطوه في داخل البيتزا لكن هم يانا طلعوا كمية الطماطم اللي موجودة في هذا المكان هم ما بيستخدموا الطماطم عشان هيك هم فقط بيستخدموا دماء البشر ييه يا بابا من الخاف نوكيعت والله يا زوجي يا احمد اشي خطير جدا جدا يلا يا سوس الآن زعرور من الخوف وقيع والآن هيو قادم يلا يا بابا واحد اثنين ثلاثة وثلاثة اربعة وابا خمسة سويتها رائع يا زعرور يلا يلا خلينا الان نجعى هذا المكان يلا خلينا اجن عجينة البشر شايفينه هيو جالس بأجن عجينة البشر ديروا بالكم الآن هذا الفرن حار جدا جدا وساخن وهوني يا بابا ديروا بالكم كنت تسقطوا في المياه المغلية لانه في بداخلها شخص متقطع اخ ما لمسته كيف كيف هذ من الحرارة تبعت الفرن انا بكرك يا احمد روب لوكس لكن انا رح افرجيك شو رح اسوي فيك يلا يا بابا وابا وابا يلا هنا احنا التلات سوينا اطلعوا هيو كمان هو ما بستخدم الجبنة في عنده فائض بالجبنة هو فقط بستخدم احكي لكو ايش يا بابا جلد البشر نعم بستخدم جلد البشر يلا تعالوا راح افرمكو لا 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 يا ويلي هاي قادم علي وابا يا ويلي يا ويلي يا وربو يا بابا هنا اطلعت انا خذلك هاي خذلك هاي خذلك هاي ايوا ايوا يزع رو ضربو ضربو هيني جاي اضربو معاك ووبا تعالوا هون انت بدك كسر راس يلا عم نقدر ننتصر معقول ييي والله ايش رائع يلا يلا ما بدنا نلعب معاه خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي اخ لا 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 رائع رائع يا زعور الان تعالوا نجي على هاي المغسلة مثليك ومثليك ومثليك يلا يلا لازم نشتاز هاي المهام اخ نسويين فخ في هذا المكان بصعب علينا ان نمر من هاي المراحل نعم نعم يا زودي احمد اه ياويل سقطت انا كمان يا بابا نعم نعم يا زعرور يلا خلينا نرجع وياك نعيد مثليك اه والله شفتك يا زعرور يلا الان لازم نقفز على الطنجرة هاي وعلى الصحن هذا مثليك مثليك ومثليك يي سلام يلا يلا تعالوا تعالوا نطلع مع بعض يعني في هذا المكان اثنوني وطعه حيني جيت ديروا بالك وايل مع كورونا مصنوعة من جلد البشر لازم تمشوا شوي شوي عليها لازم احنا نتوازن مع الوضع مثليك ومثليك ومثليك هاينا دخلنا في الثلاجة هذا هو الفريزر تبع الثلاجة المجمد الان لازم نقفز على قطع يعني قطع الثلج اللي موجودة هون نعم يلا هاينا وصلنا لعند الدماء هذول هم علب الكاتش أب لكن هو بحط فيها يعني دماء نعم يا بابا الكاتش أب وتس أب ها 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 ha هاي لا تمزح يا بابا انا اسف لاني بمزح يلا يلا خلينا الان انا بده اسوى مثل هيك اقفز عن الدماء هاي واو والله صعب هاي القفزة نام يا احمد لازم انت تركز كويس كتير كتير نعم نعم يا سوسي وابا وابا يا بابا بدير بالك انك تقفز على الفأس لانه حاج جدا جدا ماشي يا زعرور وابا وابا يلا تعالوا معاي الان احنا اشتازنا هاي المهام وايو هذا الشرير الطباخ البيتزا الشرير موجود هون يلا تعالوا الان ندخل عن طريق هذا المكان عن فتحات التهوية يلا وي يلا وي يلا دوري عن الان مثل هيك ايه بابا تطلع هذا المكان المرعب هذا الليزر الازرق اخطر ليزر بالعالم اق يا ويلي قلتلك انه اخطر ليزر بالعالم والله بابا كلامك صحيح طلع هيني سويتها سويتها يا ويلي لا اخسرت اخسرت وانا كمان وانا كمان والله صعبه هاي كثير كثير عشان هيك لازم احنا نركز وناخذ الحيطة والحذر وابا 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 يا سلام سويته واو بحب البطاطس انا بحب البطاطس ولا جبني هاي بحب الجبن انا كمان اوه يا ويلي وابا رايح انت بحبيضة شرير بتأكل منه الجبن تبعته والله يا بابا من بعرف كيف بتفكر يا ويلي رجعت من الصفر لاني اكلت هاي الجبن اللي موجوده هناك يلا يلا ووو يلا يا بابا ايه يا ويل انا اخسرت يا زعرور انت قبل قليل انت صارت بس اخر واحد اخسرت وابا الرائع انت يا زعرور يلا تعالوا معاي ديروا بالكم انكم تصيبوا قطع الجبن لاني قبل قليل انا اكلتها وما يعني تعرف شو صار تعرفوا ايه ديروا بالكم ديروا بالكم في هاي الغرفة هو موجود يجلس بقتل وبقتع في البشر ايه خلينا اسمع بابا خلينا نضاعد تعالوا معاي خلينا نجي من هذا المكان ونقفز من هون ونقفز من هون بيتزا بيتزا نوم يا زوجي يلا يلا اقفز على السلم يا سوسي وتعالوا معاي خلينا نطلع عن هذا المكان وابا ديروا بالكوين كتلمسوا الجدار لأن الجدار عليه كمان سكاكين وابا يلا تعالوا يا سلام ايه ظلعوا هذا المكان هذا المكان مليء بالبيتزا البشرية حطين بدل لحم الدجاج أو لحم البقر حطين لحم يعني البشر نعم يا بابا هين دخلت أنا في هاي البوابة ديروا بالكوين كتلمسوا الدماء يلا 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 يا زوجي احمد يلا يغفزوا عن طريق هذا الليزر الاحمر ووو وو يلا يا بابا خلينا نشدع ماما يلا سوسي ماما ها ها سوسي ماما يا سلام Abi ماما وصلت وبا رائع يلا تعالوا ندخل الآن في هذا المكان بابو اطلع البيتزا هاي البيتزا اللي موجودة عالارض مثل الحمام البركانية نعم نعم يا زعرور لازم نشتازه بسرعة 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 وابا هاي في واحد شكرا الى كياشا هذا الشخص انه يعني ساعدنا انه نعبر عن هذا المكان قفزنا على ايده على قدمه على بطنه على رأسه على كتفه على كل مكان نعم يا احمد شكرا له كتير كتير نعم نعم يا سوسي يلا توازن الان يمين يسار امام يسار امام بعدها يسار اقفز يا احمد روبلكس وهيني وصلت يا بابا ركتاي يلا يا سوسي يلا يا زعلور ركزوا يلا مثل هيك هين أنا ادريكز كويس هيني سويتها يا أحمد وبابا غين أنا كمان سويتها ايوا ايوا يا زعلوري يلا يلا تعال ربا ربا يلا يلا عادي أنا ما اخذت شكبوينت لازم الان انت تركز يا زعلور يلا يا بابا ييي سويتها رائع يلا تعالوا الان نغفز على كاراتين وصناديق البيتزا البشرية الشريرة جدا تعالوا معي تعالوا معاي يلا يلا يا أحمد خلينا نجي من هذا المكان يا بابا ماتنا نطلع يلا عادي عادي يا زعرور معاي كمان محاولة يلا يا بابا شوف ما أشطرني وما أسرعني أنا زعرور ملك البيتزا قادم يا سلام تعالوا تعالوا معاي رائع انت يا زعرور يلا الآن لازم ندخل احنا في هاي الشاحنة يلا يا بابا تعالوا نطلع يلا تحركي يا شاحنة تحركي يلا ووو ويجابتنا على هذا المكان الرائع جدا جدا ووو يا سلام طلعنا من مطعم البيتزا المرعب الشرير جدا جدا أكيد أكيد أنا الآن يعني أنا أسيكو هذا محل البيتزا الشرير ورح أوديكو على مطعم بيتزا ألذ من هذا بكثير كثير إيش اسمه يا بابا اسمه مطعم عائلة أحمد روبلوكس جد بتحكي يلا يلا طيب يا بابا هيا بنا هيا بنا عائلة أحمد روبلوكس اليوم طلعت من هذا المكان واشتازت هاي المهام الصعبة جدا جدا أنا أحمد روبلوكس سوسي سوسي روبلوكس زعرور زعرور روبلوكس وعائلة أحمد روبلوكس في كل مكان ها ها ها